إذن قبل أن نتابع الوضع الميداني في قطاع غزة أشيل هذه الأخبار العاجلة من إسرائيل إذن تغييرات حكومية الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو يقيل وزير الدفاع يؤاف غالنت إذن إقالة وزير الدفاع يؤاف غالنت وتكليف وزير خارجي الحالي إسرائيل كاتس بمنصبه في المقابل نتنياهو يعين قدعون ساعر وزيرا للخارجية بدل إسرائيل كاتس الذي كان وزيرا للخارجية إذن تغييرات في الداخل الإسرائيلي ربما لديها كثير من الدلالات وهي في وسط هذه الحرب من جهة في جنوب لبنان والحرب الأخرى في قطاع غزة والحديث عن هذا التوتر بين الجيش وبين الحكومة الإسرائيلية إذن تغييرات في الحكومة الإسرائيلية إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالنت من قبل رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو ترجمة نانسي قنقر